يعني مين اللي شاطر انه يخبي الجواب يخبي الجواب يخبي اسراره مايصرحش بكل حاجة ومايبانش عليه وده مش نوع من الكتب احنا عرضوش تكلم على الحقيقة او على الكتب بس فيه ناس شاطر يقولوا بقى الستات هي اللي ما بتبينش اللي ما تفهم لهاش خلاص ما انا هقعد اقول تقول لي لأ والستات وانت بتقول عليهم لا ما انا قلتش على فكرة دي انا بقولك ده متح فيهم ده كده متح طبعا ما شاء الله ما شاء الله وهقولك متح لي بس يعني مين اكتر اللي يقدر يخبي الجواه او يحافظ على اسرار يخبي اسرار بلا مع العلم مع العلم مع العلم او رغم انهم شاطرين جدا في انهم هو الاشطر يقدروا انهم يخبوا ممكن يقولوا كل حاجة على جروب متفهمش المعادلة دي بتجيز دي بل يعني على الجروب مش عارفانة يعني هي دي بقى هي فكرة ان انا طالما ما حدش عارفني اقول جوزي وحصل وجرى وقلي قلتله وكان ما فيش حد يعرفه وكلمة ايه؟ قلولي يا بنات عامل ايه قلولي يا بنات عامل ايه قلولي يا بنات عامل ايه ما فيش بجروب نص رجالة متخفين في أسامي بنات بس أقول لك على حاجة فيه جروبات اكتشفت مؤخرا أنها للرجالة بيتامل فيها نفس الكلام وأسعب بيقول كل حاجة لا ما هو الإنسان يفرغ عن نفس الحاجة كويس ما فيش مشكلة ماش ما هو المبدأ يفرغ عشان ما حدش عارفه ونظام احنا بنات هنحس ببعض احنا رجال هنحس ببعض كده الست ولا راجل دي قدر يخبي أسراره أكتر يخبي أسرار؟ لا يحتفظ بالسر بلاش يخبي اللي يحتفظ بالسر أكتر الراجل طبعا شايف كده؟ اه طبعا الراجل يعني ما عندوش يعني معظم الرجال يعني بلاش نقولكم ما عندوش فكرة أنه هو يعد يتكلم في أي حاجة خاصة الحاجات الشخصية لكن الست بطبيعتها ربنا خلاقة كده بتحب تحكي وتحب تقول بس من ساعة ما ظهر موضوع السوشيال ميديا ده والفيسبوك والحاجات دي والناس بقت أكتر ما فهمش ليه يعني عايزة تحكي كل حاجة طبعا يعني بنعرف أسرارهم ونعرف حكاياتهم ونعرف هي زعلدة من جوزها ومتخنئين مع بعض ولا لأ طب هم رجعوا لبعض ولا لأ نعرف من غير ما تحكي لنا الحكاية بس بالتفاصيل عشان هما بيعرفوش كلمة سر يعني دي مش بعتبره أسرار أو هي بتفترض مثلا إن الناس ما بيفهموش يعني فهي مثلا متخنئ مع جوزها فتكتب إيه وانا كنت اللي فكرة السند طلع مش سند والحيطة طلع يتميل طبعا احنا كده عارفنا إن هي متخنئة يرجعوا وقال بعض خلاص تصالح وبعضيها بشهر قال حاجة تصالح الواحد ملوش غير الراجل يبقى سند ويبقى مش عارف إيه عارفنا إنهم متصلح عارفنا إنهم متصلح وهي فكرة إن الحديق يفهم عايزين يجيبوا العيل التاني نفهم بقى إنهم عايزين يجيبوا العيل التاني طف على فكرة يا أختي طفل واحد مش كفاية لازم يبقى له أخه لازم يبقى له أخته عارفنا إنهم إيه بننبط بالكلام وكل حاجة فالستة بطبيعتها تحب تتكلم وتحب تحكي وتحب تشارك في مشاكلها وحكايتها لكن الرجالة لأ من أعظم الرجالة لأ لو اتكلمنا من ناحية مين بيحب يفرغ ومين يقدر يكتم كتير هتفق معك الستات هي طبيعتها كده ربنا خلقها كده فكرة إنها تفتفض وإنها تحكي وإنها ممكن تتكلم مع مامتها مع أختها مع صاحبتها لكن الراجل أولي ما بيعمل كده الراجل كتوم بزيادة شوي ده من ناحية اللي هي فتفضة أو الكلام لكن تعالوا من ناحية الأسرار أنا بشوف إن دي فروق فردية يعني فيه راجل ما عرفش يحتفظ بالسر وفيه ستة ما تعرفش تحتفظ بالسر وفيه ستة ممكن تبقى ماخزة إن الأسرار اللي جوزها صدقني يعني واللي هي بص ما فيش كلمة تطلع بر ودائما حتى هو يقول كده أنا برني لحاجة فبير ما لوش قرار عارف إنها ما تطلعش وفيش حد هيبقى مين علي وعلى سري غيرك وهي كمان ممكن تبقى فيه بتحكي مع جوزها انت مش مقتنع بدان فيش اتنين بيحكموا مع بعض لا خالص لا خالص لا خالص لا أنا عايز كمان ناخد الموضوع أكتر من كده فكرة أصلا إفشاء الأسرار بشكل عام يعني يعني بشكل عام الناس اللي إيه ما بتحتملش جواها حاجة سر حتى لو أنا ما أمنتلكش عليه بس أنت عارفة إن أنا عندي مشكلة في شغلي عارفة عندي مشكلة مع حد من أصدقائي شفتيها قدام يعني شفت الموضوع قدامك بالصدفة شفتيني بيتخانق مثلا مع حد من الزملاء هو مش سر بس مش حاجة يعني مش حاجة تطلع تحكي فيها آه يعني فهمت أزاي ده على فكرة ده تخانق وكلا لما تخانق كان متنرفز وكان اللي بيتخانق ده مش لازم يكون متنرفز يبقى طيب يعني يبقى كيوت يعني يبقى بيتخانق بس بلطف يعني فهمت أزاي ففكرة إن إحنا نحكي أسرار بعض أو نتكلم على بعض أنا بشوفها إن هي حاجة بقت كتيرة بقت كتيرة بشكل مستفز بقت كتيرة السوشيال ميديا برضو لها عامل إنت بتشوفي ده منزل بوست زعلان واحد زعلان إحنا برضو صعب بنعمل كده في نفسنا تلاقي واحد منزل بوست أو منكاتب يعني حاجة يقولك أنا مش سعيد أنا مش مبسو هي الدنيا بقى فيها إيه يفرح تلاقيه حط بتاع سودة على البروفايل بتاعي بعدما يحط صورته يحط النشارة سودة فالناس كلها بتوعى تسأل إيه اللي حصل إيه وحي إيه مين مات تمام يطلب محدش مات ولا حاجة إيه حالته النفسية إيه حالته النفسية تعبانة فحط لنا البتاع السودة لا بس هو بيبقى مفتقد لا ويكتب إيه ما هو أنت بقى لما تكتبيه له مالك يقولك مفيش لو سمحت أنا ما بحبش حد يتدخل في حياة الخاصة تمام هو حط البتاع السودة عايز يقول لنا أنه هو زعلان وحزين بس مش عايز حد يتدخل في حياة مش عايز حد يتدخل في حياة فتبقاش فهماء طب انت عايزي يا حبيبي طب قل لنا طيب انت عاوز ما تلغي البتاع دي وتريحنا اعمل لنا بلوك وريحنا كلنا فهمت يعني ساعات الواحد هو اللي بيجيب لنفسه من كتر ما بيطلع أنا ده اللي فهمته من كلامك برضو واحد من كتر ما أنت أنت مش قافل على حياتك الخاصة بعد أنت بقى زعلان أنت حياتك مشاعة للناس تمام أنت اللي فتحت الباب ده للناس بس خليني يقولك برضو أنا بشوف موضوع إفشاء الأسرار ده عنده بيعمل كده مشكلة نفسية ايه بقى هقولك أنا مشكلة نفسية الشخص اللي بيحب اللي انت ايه اللي ما بيحبش الخير لحد اللي دايما يفرح قوي بالفضايح ويشمت في الناس ده لما يعرف عن حد حاجة سواء مشكلة أو سر يحب قوي إن الناس تبقى قاعدة مثلا تمتدح في حد ده فلندا كويس ده فلندا طيب ده مش عارف ايه بنتم تعرفوش حاجة ده أنا لو قلتلكم